في المدينة التي ظلت تتذوق مرارة الحرب طيلة أربعة أعوام قرر هيثم هزع والصديقاه فتح مشروعهم الصغير لتتذوق المدينة من خلاله مذاقاً حلواً في كؤوسهم الصغيرة الملونة ولمرارة المنظر المحيط بالمحل اختار هيثم أن يطلق على مشروعه اسم أحلى مذاق لعله يخفض قليلاً من المرارة التي خلفتها الحرب في هذا المشهد قليل من الألوان بأيدي أبناء المدينة كافية بأن تزيل الرمادة التي خلفتها السنين الأربع من الحرب والحصار وأن تدعو الناس المحبطة من واقعها لممارسة تقوس الحياة من جديد يقول هيثم القائم على هذا المشروع الصغير والذي يبيع العصائر الطازجة أن الظروف التي عيشتها المدينة خلال الحرب هي ما دفعته للإقدام على هذا العمل علّه يمنح أبناءها جرعة من الأمل وأن يحفز أصحاب المحال التجارية المجاورة إلى إعادة تطبيع الحياة مرة أخرى المحال كان ركام ودمار وخراب ومخلفات طبعاً أنا واثنين من أصدقائي ربعاً هم معي بالمحال بسنا مش متواقدين حالياً يعني فقالت الفكرة أننا نفتح المحال ونبين للناس أن نتعز رغم الظروف الحارب والدمار والأشياء التي حصلت فيها إلا أن نحن باستطاعتنا وبيعزيمتنا وإرادتنا أن نفعل شيء بشعر الناس وعيد الأمل والحياة لهم ولو بشيء بسيط بوابة للأمل في وسط هذه الأنقاض التي كانت يوماً ما مليئة بالحياة وحيوية الناس هنا في شارع 26 وسط المدينة والذي كان إلى قبل فترة خط نار مشتعل لحدة الاشتباكات والمواجهات التي شاهدها حيث كان يتمركز فيه عناصر من ميليشيا الحوثي ويتمترسون في مبانيه ليستهدفوا بقناصاتهم كل عابر من خلاله حتى تحول إلى أطلال ومع تحرير المنطقة من قبل الجيش الوطني عادت الحياة جزئياً وعاد بعض أصحاب المحال التجارية لمزاولة أعمالهم من جديد في حين حول البعض جعل مدينة تعزمر تعلي الموت يعمل الكثير من أبنائها على أن تنهض مرة أخرى من تحت الرماد